موسيقى مزا الخير أهلا وسهلا في علاقة جديدة من برنامج المشهد على البي بي سي المشهد الليلة هو قصة نجاح لشخص يدعى دكتور طلال أبو غزالة القطر العربي يعرفه تماما هو رجل أعمال من أصل فلسطيني هو عضو في مجلس الأعيان في الأردن وهو صاحب شركة أبو غزالة للملكية الفردية التي أسسها سنة 72 ويقول لي هي الشركة الأكبر في العالم أهلا وسهلا دكتور طلال أبو غزالة مثل ما قلت مسيرة طويلة جدا بدأت من عائلة غنية جدا في يافا ثم إلى فقر كبير جدا عندما أصبح لاجئ ككل الفلسطينيين بعد نكبة 48 ثم اليوم هو نستطيع أن نقول أنه رجل ثري ولكن أكثر ثري في الفكر لأن ثروته هي من ما يسمى ثروة المعرفة والتكنولوجيا يقول أنه انتقم من العالم عندما سنة 2001 بعد شهرين تقريبا من أحداث 11 سبتمبر اجتمع فريق الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات حضره أبو غزالة وتم انتخابه ضمن ستة أشخاص كلجنة استشارية يدعون استراتيجية إدارة التكنولوجيا في العالم أهلا وسهلا غريب اليوم المشهد بس أنا ما بدي يكون غريب جدا أنا سأبدأ بنكبة 48 أنت كنت طفل يعني هل تتذكر شيء من يعني التخلي عن الوطن ما بقدر أقول تخلي يعني كمان أيضا أذهب من الوطن إلى بلد آخر كلاجئ مع كل مكان هناك من أعمال وثروة وأيضا يعني ممتلكات ماذا تتذكر كان عندي شعور بالألم والظلم والنقمة ومحتار كطفل كيف أني الآن أصبحت شيء آخر وخصوصا إذا لم أكنت أنظر إلى والدي أنا بالنسبة إلي كان منظره أن هذا الرجل يصبح الآن لا شيء بعد أن كان أكون شيء بعد أن كان صاحب فندق أول فندق في فلسطين أول مصنع تلج أكبر مخازن للبترول للنفط كان عنده كل وكالات النفط السوشال وكلهم طبعا منزلنا والآخره بس صدقيني أخذت قرار هذا كل يوم أني أنا مش رح يفيدني أن أنقم ولا رح يفيدني أني أتألم لازم أعمل شيء ماذا سأعمل أريد أن أكون أفضل من عدوي أتفوق عليه شعور بالتحدي ما كنت تعرف كيف بس كان عندي أني أنا هذا اللي طردني من بلدي بدي أسير أحسن منه وين سكنتوا؟ في قرية في جنوب لبنان اسمه الغازية قمة في الخلق والكرم في بيت صغير في خيمة نحن كان والدي كرجل أعمال عنده علاقات مع مختار هذه القرية الحج رضا خليفة والحقيقة حتى سمى حفيده على اسمي من محبة اللي بيننا وبينه وكان إلي شرف أن درست هذا الحفيد بمنحة مني في الجامعة الأمريكية في بيروت اللي يحمل اسمي لما الكرم اللي كان أنه عندما جاء والدي إلى الغازية أعطانا بيت سكننا فيه وقال التجار البقرية دكاكين ما حد يأخذ فلوس من تفيق أبو وزالي جيبوا لي الفواتير إلي يعني ظاهرة إنسانية غريبة مش غريبة على لبنان بس رائع حقيقة ما عد فيه لك ناس تعلمت فيه تربيت فيه تزوجت منه إلى آخره المهم أنا في هذا الوقت كان عندي شو بدي أعمل فتقررت أنه أحول النقمة إلى نعمة بحقي قصة واحدة بسريعة بهمني هذه كتير بفتخر فيها أنا في مكتبي من أهم الصور عندي صورتي وأنا لابس جاكيت خيطته أمي لي من حرام ما كان عنا فلوس نشتر جاكيت وجاء الشتاء فأوزعوا علينا العنر وإحرامات صوف وأمي مش خيطة إنما خيطت شيء يشبه الجاكيت أسوأ منظر مش ممكن تتخيليه وأنا حاطت الصورة وأعتز فيها لما كنت راح الصف أول مرة شافوني سروا يضحكوا علي الطلب أنه شو لابس تلقوا أنت بتحكوا لك أنوا غيرانين مني لأني أنا لابس إحرام بدفيني أنتوا لابسين جاكيت منظر بس وين أنتوا وين أنا أنا حاسس بالدفع لأني وقاعد في إحرام أنتوا مصخرة شاكيت تتكم لذلك غيرانين مني فمرة تانية كنت بالصف رحيت على الصف على صيدة وأنا كنت أمشي ساعتين كل يوم وأرجع ساعتين يعني ما كان فيه سيارة ما كان فيه وسيلة نقل ما فيه معي فلس أدفعه وأنا كل حياتي كانت مجانا دراسة كلها بمنحة لأني كنت مضطر أن أكون الأول حتى أحصل عملي حتى أتذكر قصة لما انتقلنا إلى بيروت بعد الدراسة الابتدائية ما فيش تانوي فانتقلنا إلى بيروت رحت على المقاصد كان محمد سلام اللي هو عمه لا تمام سلام رئيس الحكومة اللبنانية كان رئيسها رحت على سجل فسجلت قال لي الفلوس قال لي ما عندي قال لي ليش ضيعت وقتنا مزع لي وراء قال لي أنت بدك تدرس بلاشة قال لي لا بدي منحة قال لي ما بنعطي منحة بس بعد ما تنجح وتثبت أنك تستهل منحة بنعطيك قال لي طب أنا بدي أعطوني فرصة قال لي ما بنقدر الله معك رحت دقيت على بيته بالليل لا بعرف ولا بعرفني قالوا له في شاب بره ولد صغير بدي أحكي معك قال لي نعم يا بني قال لي أنا جاي أطلب كفالتك قال لي كيف يعني قال لي رحت أسجل قال لي ما بصير لازم أثبت أني متفوق قال لي طيب شو أعمل لك قال لي كفالني لفصل واحد أن أكون الأول في كل المواد ليس الأول بشكل عام إذا لم أكن الأول في الفصل الأول في كل مادة أنا الأول أطردني شو خسرت واحد طالب قعد فصل من شانا ما هو كرسي موجود قال لي له لهذه الدرجة متأكد قال لي لا مش متأكد مضطر لأنه ما عندي حال تاني إلا أن أكون هكذا فأنا مضطر فإنني مضطر لازم أعملها والله طلع ورأة وقال على كفالتي لفصل واحد شرط أن يكون الأول في كل المواد قال لي كتب الأول قال لي كتب الأول أكتب في كل المواد حتى في الجامعة الأمريكية في الجامعة الأمريكية نفس القصة الأونروا أعلنت عن جائزة واحدة عن منحة واحدة على أن يكون صاحبة الفائز بها الأول على لبنان هذا تسميه نقمة؟ هذه نعمة أني كنت مضطرا أن أكون الأول حتى أخذ المنحة هذه نعمة من ربي فأنا حياتي كلها النقمة فيها كانت نعمة لي يعني الفقر كان برأيك نعمة لي ما فيش اسمه فقر ولا فيه غاني وفقير الفقر أغنى غاني قد يكون أفقر إنسان لأنه لا يعيش سعيد ولا يعرف نعمة الغنى ولا أنه عنده أخلاء أخلاء التي تجعله يعيش مبسوط الغنى غنى نفسي والفقر فقر نفسي أنا كنت أخذه في صحفي في لبنان لازم أذكر اسمه كان معي في المقاصد محمد السماك محمد صديق زميلي في الدراسة كتب عني مقالة في مجله صفحة كاملة قال من المنقوشة إلى الإمبراطورية طلال أبو غزالي هذه الإمبراطورية معليش دكتور طلال أبو غزالي ماذا بقي من الفقير معليش اسمح لي اسألك ماذا بقى بشخصيتك من الفقير أنا شخصيتي تعلمت أشياء مبادئ رئيسية من الفقر اللي عشته من الحاجة التي عشته من الضرورة ما سميهوش فقر ضرورة واللي هي نعمة أولا الحب ما في بالدنيا شيء أقوى من الحب أقوى سلاح تنتصر فيه هو الحب إذا بدك تنتصر عدوك حبيه وأنا دايما بقول أنا صديقي بحبه مثل عدوي أو خصمي لأنه صديقي بحبني وبساعدني لأنه بحبني خصمي بساعدني وبحبني لأنه قاعد يراقبني لكي يمسكني إذا أخطأت فهو قاعدا بيمنعني من الخطأ قال له فضل علي أنا حتى وحد قال لي أنا بكرهك قال له أنا بحبك قال لي كيف يعني قال له أنت قاعد تمنعني أغلط وبتتجبرني أتفوق حتى أنت بدك أن يأفشل وبدك أن يأغلط حتى ما أسعدك أنا لا أريد أن أفشل ولا أن أغلط فأنت بالنسبة لي حبيبي يعني درس الأول هو الحب الحب الدرس الثاني الدرس الثاني أنه في شيء بالدنيا ما له مثيل وهو أن السعادة ليست بما تحصل عليه بل بما تعطيه يعني أنا عندي صورة في مكتبي أيضا في بعض اللوحات في مكتبي بالنسبة لي هي تشحد نفسي كنت في أحد المحاضرات وعادة الطلبة والمشاركين بكرموني وبدون تصوروا معي فكان في سيدة أو أمرأة أو أنسة مقعدة على كروسي واطي ويلتشير مش عالي على الأرض هم عم بتصورهم إسمحتها عم بتقول يا ترى بقبل تصور معي أنا وأنا هيك واط تحت عملت حالي ما سمعتها مشيت كملت التصوير ورجحت لقلت تسمحي لي أتصور معي قالت لي يا ريت ركعت جنبها وتصورت إذا نظرت إلى هذه الصورة وعيونها السعادة اللي فيها والله تساوي أموال بانكو في أمريكا كلها بالنسبة لي عندما أرى هذه الصورة وأرى هالعيون المضيئة من هاي الإنسان المقعدة اللي حست بسعادة الدنيا أنه طلال بغزالة ركعة جنبها أنت ما كان معك ولا فلس لا تاخد سيارة أو وسيلة نقل من الغازية إلى الصيدة للمدرسة إمتى صار معك فلوس؟ أول مرة أول مرة أول مبلغ أبطتهم عياتي كنت طالب أول مبلغ أبطتهم في الجيب أيوة ما صار فيه فلوس شوفي ستي متى؟ شوفي ستي أنا لما نجحت في المنحة في الجامعة الأمريكية وتخرجت بالمناسبة بابتياز نعم والنعمة نعمة المعامة أننا نرجع أنا في سجل تبعي العلامات لم أدرس 1 أو 1 أرابيك ولا 1 أو 1 إنجليش مكتوب عليها وعفيت إعفاء لأنه مستوي كان أعلى من مستوى الصف في الجامعة لماذا؟ لأنني كنت مضطر بالليل أشتغل ترجمة وأبيعها فلحتى أشتغل ترجمة بدأت تحسن لغتي أعطت القموس وأعدها أشتغل فاللي صار أنه أنا لما وصلت للجامعة سمعت أنه فيه مباراة وأنا بزنس مشكلية أداب فيه مباراة لكتابة القصة القصيرة القصة القصيرة والبحث القصير والجائزة 500 جنيه مصري وكانت تديرها مصري وكانت تديرها الاتحاد الجامعات العربية مقرب في مصر تقدمت في 2 تقدمت في 2 كتبت قصة قصيرة وكتبت بحث قصير استدعاني عميد البزنس قال لي أنت ليش يعد أن تدرس بزنس قلت له مشان بدي رزقه بدي أشتغل وأصرف على أهلي قال لي لا أنت لازم تدخل أداب أنت طلعت الأول في القصة القصيرة والثاني في البحث القصير وهي جائزة 500 جنيه من صفر ل 500 جنيه 500 جنيه أنا منيح اللي ضل عقلي عندي 500 جنيه مرة واحدة أحطهم بجيب رحت على البيت اشتريت غسالة لأمي اللي كانت تغسل بإيدها اشتريت لهم تلاجة للبيت بك كنا معناش تلاجة معناش شيء شاءتنا هي غرفة وغرفة تانية غرفة للنوم أمي وأبوي وغرفة أخرى لكل من كلنا نستعملها للدراسة تتحول لمطعم على الأرض وقت الظهر ووقت العشاء تتحول إلى مكان للدراسة يعني ملتي بيربوس كل شيء هالغرفة فأنا لما يجيني هالمبلغ شو اللي بتكم إياه مكان خيالي شوفوا إلى أين وصلنا أنا كنت في الجامعة منحة كاملة بس كانوا يعطونا كل يوم الصبح والظهر والمساء حبة فاكهة تأخذيها فكنت أجمع ثلاث حبات كل يوم أخذهم عندي على الغرفة لما يصير آخر الأسبوع أخذهم على البيت يبقوا مستنيينني الأهل طلال جايوا معهم الفواكه نحط الفواكه على الأرض واحد وعشرين حبة واحد وعشرين حبة بردقان تفاح في عين أبوي كنا أنا مياه مرة مشينا أربع ساعات بالحديقة نسميها إحنا البيارة بيارة البرتقان البيافة أربع ساعات نمشي فيها هناك كان حلم إلي أنه في واحد وعشرين حبة فاكهة وقعدين حولينا وكمة السعادة أنه إحنا مبسوطين عمنا أكون فبالتالي في نعمة أنا أنا أقول للناس وأنا دائما بقولها للطلبة كيف عملت سروتك؟ أولا مقدرة قديش سروت دكتور طلال أبو غسل إذا بتسمح أسألك السؤال مقدرة قديش؟ ما بتعرف غير السؤال غير السؤال بالمرتبة لمجلة فوربس أنت ممكن أن تأتي بأي مرتبة؟ أنا لا أصنف إطلاقا بفوربس ما عندي ثروة إحنا مجموعة طلال أبو غسل اللي هي تاك أورج نعم دخلها السنوي وربحها الصافي يقسم قسمين خمسين بالمئة بنعيد استثماره بالشركة لنستمر في تطويرها وإلا بتنتهي إحنا دائما عندنا الشعار تبعنا نعمل بجهد أكثر لنبقى في المقدمة وإلا ما بتبقى بالمقدمة طيب هذا النص النص الثاني هو لخدمة المجتمع خمسين بالمئة من صافي أرباح نحن بروح لطلالة بغزالة فاونديشن كيف عملتها هذه كيف بدأت بالشركة؟ أنت عملت إدارة أعمال رجعت كتبت قصة وأخدت الحمسمائة كيناة الثروي الأولى ما عملتش ثروي أمدا ولا عمره كان عندي ثروي ولا عندي تشيك أكاونت ما عندي بنك أنا حساب بنك كيف؟ أنا أتحدى إنه واحد يلاقي بنك في أي المنوك الدنيا إحساب اسمه طلالة بغزالة أنا أصرف بخدرات بي من الشركة كأي واحد لاحتياجاتي والباقي كله يبقى في الشركة ما عندي ثروي حقاً سؤالت بتقلي هي أكبر شركة في العالم عندي ثروي إنه هي هذا الاسم المهم هذه المؤسسة لما تكوني رقم واحد في الدنيا طبعاً قيمتها القيمتها المادية والمعنوية هائلة طبعاً بس ما فيش كاش ولا أؤمن بالكاش ولا أؤمن أن يكون عندي رصيد في البنك وأنا ما عندي أصلاً انطلاقاً ما عندي شيء بد منضيش شك بوقعت شك عمري ما وقعت شك من أربعين سنة كيف بدأت قصة المعرفة والتكنولوجيا والملكية الفريقة؟ كيف بدأت معك هذه المؤسسة؟ أنا تلميذ مسأليني أنت شو؟ أنا بقولك أنا تلميذ لحد اليوم هلأ أنا أعد معك عم بتعلم منك وبعد آخر الجلسة أنا بدأت تعلم منك وأعمل أكبر شريفة في العالم لا أنا بعد ما أخلص بقولك شو تعلمت منك؟ أنا أتعلم من كل شيء تلميذ أنا من كل إنسان أقابله وفي كل مكان أكون فيه أتعلم الناس بتقرأ بس ما بتتعلم بتاخد معلومة بس ما بتحاول تستفيد من المعلومة فأنا عندما سمعت مثلا بأنه في شيء اسمه اخترع ويرد بروسيسور سنة الخمس وستين قبل متولتي كثير 20 أو 30 سنة ممكن أعمل متولة إمك سنة الخمس وستين ديانت من أحد أصدقائي أقسم بالله ديانت فلوس لحتى أروح على هذا الكورس أسمع شو الورد بروسيسينك اللي ها هو كان بداية الكمبيوترز واللي هو بعدين صار إلى الانترنت اللي بتحول بس بدايتها كانت هذه الماكينة اللي طولها 15 متر بتدخل فيها معلومات بتطبع لك إياها على الرول قلت هذا اختراء عظيم بس مش ممكن تكون هاي النهاية مش حدا كل واحد يكون عنده هذا الجهاز اللي طولها وين رح تتعلنت؟ بقرية اسمة هاي ويكم في مركز شركة اي بي ام اللي هي كانت في البداية ملك الكمبيوتر كان اي بي ام صحيح فكان هذا الكورس في هاي ويكم خارج لندن وأتذكر هذا الفندق اللي نزلت فيه اسم روزاند كراون شي فرجة يعني كنا احنا يمكن حوالي 100 واحد بالفندق وفي حمام واحد ونوقف بالكيو مرات نص ساعة لنقدر ندخل على الحمام لكن كانت متعة لاني كنت رايح لهدف مش رايح انا اتفرج على لاحظت شفت الكمبيوتر 15 متر شفت هذا الكمبيوتر الحجم قلت هذا مش ممكن يكون هو النهايي لانه لا انا ولا انتي هيقدر يكون عندك هذا الجهاز معناته في شيء قادم فبدأت اتابع ونتيجة متابعتي ودراستي كتلميذ انا لليوم انا يوميا ادرس بين ساعتين واربع ساعات دراسة غير شغلي انا بقول دراسة يعني بمسك المعلومات بحللها باخد نوتس باشتغلك طالب لأحضر لأي موضوع فإذا عندي طبعي اني انا تلميذ يحب التعلم وبحب اني اغلط وصحادا يصلحني الناس تدايق لما تغلط انا موحد بيصلح لي معلومة مثلا كنت في مؤتمر وقلت انه في مخترع الواتس اوب باعها لجوجل واشواش لي قال لي لفيسبوك قلت انا بحب اقولكم اني انا غلطان واشكر انه واشواشني انه مش جوجل فيسبوك وانا سعيد انه اعطاني معلومة يصححني فيها قال لي مش معقول انت يعني حتى يعني هيك مش مضطر انك اعلاميا اتقر بخطأك تقولون بالعكس اذا انا ما بعترف ان انا بغلط عمري ما بتعلم فالمهم المهم نعمة العلم انه لا ينتهي انا دايما بحب بلقي محاضرات عندي جامعات وكليات هذا الكمبيوتر رح اتعلم عليه كيف عرف انه رح يصير في انترنت كيف يعني كيف بعدين صرت بالانترنت وبالملكية الفردية وبالتكنولوجيا كمان تبعت والى ان وصلت الى مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية اللي كان فيها ادنان قصار من لبنان وترأست لجنة تقنيت المعلومات والاتصالات واستضافت رجل اسمه ايرا ماجازينر هذا كان المستشار الاعلى لرئيس جمهورية امريكا لمشروع الانترنت عندما استضافته وبدأ يحكي قال جملة مجرد ما قال هالجملة عرفت اهمية الانترنت قال انا مكتبي في الغرفة الملاصقة لرئيس الجمهورية في الوايت هاوس انه رجل يكون عنده مشروع في الف مشروع مئات المشاريع في الدنيا ان هذا المشروع يكون مكتب مديره او المشرف عليه في الغرفة الملاصقة لرئيس الدولة العظمى في العالم فيها شيء معناته هذا الموضوع سيغير العالم ولا ما كان حطه رئيس الجمهورية جنبه فبدأت اتابع شو هي الانترنت وبدأت ادرسها وبدأت اروح لدورات فيها وللمؤتمرات التي تحكي عنها الى ان اصبحت رئيس مثلا لجنة تقنيت المعلومات والاتصالات في الامم المتحدة الى ان اصبحت رئيس الانترنت الانترنت الذي يدير حاكمية الانترنت في العالم الى ان اصبحت رئيس التالف الدولي للانترنت لأغراض التنمية وكله كان اهتمامي ان هذا الاختراع القادم كيف سيغير الدنيا الاسم الانترنت انا متجه من هنا الى دبي الى قمة البعرف بضيافة الشيخ محمد بن راشد وراح احكي عن هذا الموضوع بالتفصيل لانه انا اعتقد ان احنا ما اخذناش حقه هم نفتكر الانترنت هي جهاز هي محيط من خلال الانترنت او من خلال الكمبيوتر او التابلت او الموبايل او سمارت فون للتعامل للبيع للشراء للحديث لا مش هيك ابدا مش هيك ابدا ولا هذا هدف الانترنت الانترنت هي انا هذا اللي اتعلمت وهذا احد الاسباب اللي اصبحنا اكبر شركة في الدنيا سمعت من بيل جيتس وكان الي الشرف ان اكون معه على بانل سويا قال ان الانترنت هي في المؤسسات وفي المجتمع وفي الدولة كالجهاز العصبي في جسم الانسان كيف الجهاز العصبي يعنينا ما بتشوف بدون جهاز عصبي تمنا ما بتحرك ايدنا ما بتحرك قلبنا ما بش الجهاز العصبي يحرك كل شيء في الدنيا والان ننتقل الدنيا الان انا عم بدرس بشيء جديد بعد الانترنت احنا الان عم نحكي بالانترنت الانترنت اصبحت ماضي يعني تقريبا عصر حجري الان القادم اسمه الانترنت الانترنت يعني الانترنت اللي يستعملها الكرسي هذا اللي قاعد عليه والماكنة هاي اللي بتسجل والنور اللي عم بيشتغل يصيروا يتعاملوا مع بعض متل ما نحنا لما منشتغل على الانترنت من دون يعني وساطة الانسان وانا بالعكس حيكون علقتهم مع بعض وحكيهم مع بعض اكتر ما منحكي لا يخيفك هذا العالم ابدا بالعكس انا هذا يسعدني مثلا ليش انا لما اريد بدي اقعد هون اضطر اضبط قاعدتي ما هو لما يكون هذا الكرسي ذكي هو بيضبط على جسمي ليش لما بدي ادول بيت ما بعرفش اروح على اوتيل وين بيضوي اللمبة ومن وين بتشغليها او في بيتي بدي اشغل السيارة ولكن الانسان لم يعد يعني كمان يعمل في منطق مؤماء يعني يشغل تفكيره تماما كالحساب كالآله الحاسبة لم يعد يحسب الانسان ابدا ستي مع كل محبتي واحترامي انا فخور باني عم بتحاوريني لاني بعرف مكانتك الاعلامية انا بقولك ابدا العكس والصحيح نتيجة تقنية المعلومات هذه والابداع المقدم عقلنا رح يصبح اقوى ذاكرتنا رح تصبح اقوى الأقوى سيصبح 120 سنة للانسان الانسان بدل ما انا لما امرض اروح ادور على دواء عندما اولد سيعرف ما هي الامراض التي قد اصاب بها انا جلست على مجلس الوايبول وكان معي رئيس اكبر شركة ادوى في الدنيا قال لي ان في خلال عشر سنوات ما في دواء في الصيدليات ولا دكتور انت عندك خارطة جينية الخارطة الجينية بتركب لك دواء يناسبك لذلك مثلا بتشوفي واحد بقولك انا برتاح على البنادول واحد بقول انا برتاح على الاسمين كما المحاسب انا محاسب قانوني بدايتي المحاسب القانوني انتهى دوره خلال كم سنة ما في واحد يدقح الدفاتر ويمسك قلم ويلبسوكم اخ اسود ويقعد يعمل تشك 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 لا برنامج يدقق فالمدقق بصير انسان اي تي اكسبرت هو اللي بيدقق كذلك كل مهنة في الدنيا ستصبح مهنة تقنية ما في مهنة طمني الصحفيين التلفزيون شو رح يصير فيها التلفزيون انت الآن عم تسألي سؤال وانا هذا عم بدرس فيه حاليا يعني انا سعيد بالسؤال انا عم بدرس بالإعلام عموما والتلفزيون خصوصا إعلام عموما هلأ بتعرف الفينانشل تايمز اللي بيباع منها ديجيتالي اكتر بكتير من اللي بنطبع والتوجه كله الى الديجيتال وفي المستقبل لن تجدي حدا يقرالك إذا طبعت أي شيء يعني اليوم الطفل صلنا على التابلت والكندل خلصة فنلندا ألغت التعليم اللغة ألغتها نهائيا لأن بقولك هذا الطالب اللي عم بستعمل أصبع طب ما هو عم بيكتب ليش بك تسلمه ألم وطبشورة طب ما هو لما بيعمل هيك ما عم بيكتب بس بدل ما كان يكتب بالألم عم بيكتب ألف هذه كتابة صارت انتهى المضوع بالمناسبة فنلندا هي اللي تقود ثورة التعليم في العالم ليس بريطانيا ولا أمريكا أمريكا وريطانيا متخلفين بالنسبة لفنلندا من ناحية التعليم التعليم بأمريكا هو ثورة قصة لوحدة نرجع للتلفزيون ما هو التلفزيون التلفزيون هو جهاز نراه ومن خلاله ناخد البرامج ناخد المعلومة أو نسلم أو تسليل المعلومة ستصبح موجودة في الفضاء كما هي الآن الآن أنت رح يصير دورك في التلفزيون تقني كيف تحولي بدل ما طلال أبوازال يقعد قدامك هيك تحاولي تقنيا نعم طبعا يعني ما يحكي كيف كيف أنا كيف أنا لما بشوف التلفزيون ما بشوفش عدن أنا بشوف صورة طيب أنا كمان نفس الشيء بتقدر تحاوليني إلى صورة وتحكي معاي التلفزيون نفسه هو صورة مش حقيقة لما المشاهد بشوفه هو ليس حقيقة هو صنع فالتطور اللي جاي على التلفزيون أن المحاور مثل جنابك يجب أن يصبح إنسان تقني شو يعني تقني؟ المعلومات اللي بدك إياها تحصل عليها تقنيا الحوار اللي تجريه تقنيا بمعنى أنك تستعملي الإي سي تي الإنفومييشن تكنولوجيا والتاليكوميونيكيشن لتناقشي طلال أبوازالي وهو بالطائرة مجدرون يكون قاعد معي لأنه أنت صورتي عندك شكلي عندك وبأي طريقة مثل ما لما بطلع على البرنامج تبعك عم بطلع عليه وأنا كوبي مش الحقيقي مش أنا مش قاعد لما بشوفوني المشاهدين فإذا هاي مرحلة المرحلة الجاي أنك تستطيع أنك تعمل البرنامج كل ييته أونلاين ما في لزوم أنه ينعمل في جهاز وفي غرفة كلها كاميرات وأضواء نحن نقول للكاميرامان يفتشوا على شغل تاني خلينا نرجع للألفين وواحد 9-11 أين كنت؟ أين كنت؟ أين؟ كنت؟ أين؟ 11 أيلول ألفين وواحد أنا كنت وقتها متجه إلى نيويورك سبتمبر ألفين عم تك كنت متجه إلى نيويورك لهذا الاجتماع الذي تكلمنا عنه الذي هو إنشاء فريق لوضع استراتيجية تقارية العالم عندما وصلت إلى باريس وأخذ طيارة من باريس على نيويورك سمعت الخبر ألغي الاجتماع أنا كنت رايح 9 سبتمبر بدل 11 9 سبتمبر كنت في طريق إلى نيويورك فارجعت وتأجل الاجتماع الذي حكينا عنه صار في نوفمبر بهذاك اليوم وأنا اليوم بحب أحكي شغلة يمكن بهمني أقولها للإنسان العربي بحب أقولها وأنت هذا اللقاء الجميل أنا شعرت بأنه في شيء عم بنطبخ عقلي لا يستوعب أن طيارة تدخل في بناية وأنا عقلي تقني تدخل في بناية وتنزل البناية كلها ليس ممكن ليس ممكن وأنه كل الحديد ينهار وكل البناية تنزل على الأرض وأنت ضرب في الطابق العشرين أو الخمسة عشر لا يستوعبها التقنية الأقلية فكان شعوري أنه في طبخة لما نجتمعنا في نوفمبر بعد شهرين وكنا على الغداء مع كوفي عنان وهو حي يرزق أنا بصفتي رئيس كنت قاعد معه على طاولته على الغداء وكان جنبي السفير الأمريكي أيضا حي وصديق عزيز اسمه ديفيد جروس وكان رمضان فأنا عم باكل وعم بشرب قال لي بوشوشني ديفيد جروس بيقول لي مش رمضان قلت له ايه؟ قال لي طب وكيف عم تاكل؟ قلت له لا إحنا عنا إذا أنت مسافر مسموح أنك تاكل فكوفي عنان بقول لي شو عم بوشوشك ديفيد قلت له بيقول لي ديفيد أنه لأني عم باكله بربادان أريد أن يشكيني لبن لادن طبعا هو لم يذكر بن لادن ولما ذكرت كلمة بن لادن هو صار غريبا كيف يعني تأكل بن لادن ما قال لي يومها؟ قلت له حرفيا قال لي طلال لا يوجد شيء لتقلق لأنه ليس رح يلاقه لا يشكوا عليك ليس رح يلاقه باللد حتى يشكيك يعني معناته في شيء وعقلي كان وقتها ليس مستوعب بالعمل الآن أنا أريد أحكي في الموضوع اللي بهمني قبل أن لقاءنا الهام مدى القصير أخلص أنت من لبنان عاطفيا على الأقل سايكس بيكو قصتنا كيف جلس سايكس بيكو وقسموا المنطقة أنا أزعم أن هناك ما يشبه سايكس بيكو ولكن على مستوى العالم كل ما يحدث الآن هو مسرح لتقسيم النفوذ في العالم بين القوى العظمى النفوذ ليس تقسيم جغرافي ولا تقسيم حدود ولا تقسيم عسكري هو أين أنا منطقة اللي أنا أستفيد منها وتكون زبايني وأين منطقتك وين مصالحك وين مصالحي وأنا أزعم أن هناك تقريبا قائمة وضعت توزع الدنيا بين من يصبح تحت المصلحة الروسية الصينية وبين من سيكون تحت المصلحة الأمريكية البريطانية وأنا بقول بالذات بريطانيا مش أوروبا هو الحليف الحقيقي هيدا عم تقوله بعد البريكسيت بعد البريكسيت أنا بدي منك مشهد أنت كمان حكيت عنه شوي وبحب أنه نرجع نعيده للناس هو أنه عندما انتو خبت من هالست أشخاص اللي يضعوا استراتيجية الإدارة التكنولوجيا في العالم قلتلي حسيت أني انتأمت من الدنيا حسيت أني حققت حلمي بأن أقول للعالم أني أنا أحسن من خصمي هذا قلت في كلمتك قلت أشكركم طلت من كوفي عنان أن يسمح لي بالكلام وهو ما فيش فيها خطب لأنه هذا اجتماع تقني قلت له ممكن أحكي قالت فضل قلت لهم أنا أشكركم على ثقتكم به وانتخابي من لجنة تنفيذية من ست أشخاص وانتخابي رئيسا عليكم ورئيسا للجنة رغم علمكم بأنني فلسطيني أردني عربي مسلم ما يعني؟ يعني كل ما تزعموه من أن هذه الصفات الإسلام والعروبة والأردن وفلسطين إرهاب انتخبت واحد عليكم رئيس معناته ليس صحيح هم فوجئوا بالجلس السكوت حوالي 15 ثانية يعني متوقعوش واحد بتيشكر بشكر بس بقولش رغم أشكركم على ثقتكم به رغم علمكم بأنني كذا وكذا وكذا وبدأ السفير الأمريكي يصفق بعدها قال لي كوفي عنان قال لي هالجملة هاي اللي من سطر واحد بتعبر عن عشرين خطاب طويل لأنك قلت أن هاي التهم اللي تلصقوها بهذه المجموعات أو الفئات الأربعة مش صحيحة والدليل أنه انتخبتوني وأنا منها رئيسا عليكم هنا شعرت بأن حلمي تحقق لما كنت عمري عشر سنين وأمشي من الغازية لصيدة وأقول شو بدي أصير حتى أنتصر ولذلك أنا أقول اليوم أسجلي المناصب التي حصلت عليها وما حققته أتحدى أن يكون عدوي قد حقق منه أي شيء يقابله أنا ترأس أكثر من عشر مؤسسات في الأمم المتحدة وفي فرق عمان ترأس بالتعليم كل مجالس التعليم أنا كنت عليها كل مجالس المحاسبة في العالم كلها في نفس الوقت ليس هناك إنسان في الدنيا خدم على مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة اللجنة الدولية للسلوك المهني في المحاسبة اللجنة الدولية أنا كنت رأست اللجنة الدولية لما يسمى الاعترافات بالمؤهلات العلمية في العالم يعني هذا اسمين عدوكم؟ بتقول عدوي ما عنديش عدو إلا إسرائيل إسرائيل وما حبش أضيع البوصلة بقول لي طب مالله مدعوما من أمريكا مدعوما من أمريكا من فشلي أنا إسرائيل ما فيش فيها قانون على فكرة ما فيها إلا قانون واحد وهذه قصة أنا اللي معاهم في مركز دراسات أنا كنت على مجلس مركز دراسات استراتيجية والدولية في واشنطن إس 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 إنترناشنال سنتر فور استراتيجيك ساديس كان في مندوب وأدي يحكي كان بعد التفاقية كام ديفيد وأدي يحكي عن الفلسطينيين بوقاحة وعن المصريين بوقاحة وعن كل الدنيا وعن السوريين بوقاحة أكبر فقلت أنا مين هذا فرئيس الجلسة الأمريكي قال لي هذا مندوب دولة إسرائيل تلو قال لي دولة إسرائيل تلو كيف تقول عن دولة إحنا مركز دراسات الدولة شروطها أن يكون عندها دستور وعندها حدود وعندها تعريف للمواطن هذه اللي تسميها دولة ليس لديها حدود ولا في دستور عندها قانون اسمه حق العودة ولا عندها تعريف للمواطن لليوم كل همهم أن يأخذوا اعتراف أن المواطن هو اليهودي ما فيش تعريف من هو المواطن يعني مدينة الدولة قال لي كنت قاسي على الرجل قال له أنا بصلح غلطي فيه لهم سفارة هون قريبة خلوني بعتولي خارطة إسرائيل ونسخة من الدستور وتعريف الدولة وبعتذر وبسحب كلاما موافق معي أو معطرد ما قال لي موافق قال لي لا أتعريف قلت له بكفيني إنما عيبنا نحن وأنا ذلك بديك الجلسة قلت له أنا حتى هذه كانوا موجودين سفر العرب كلهم في هذه الجلسة ومنهم منصار أمين عام الجامعة ومنهم العربي المعلمي اللي هو وزير خارجية بريطا سوريا كان في الجلسة وكذا واحد أحمد أبو الغيت ووليد المعلم قلت له شوف أنا ما علي من هذه السفرة أنا عندي وكالة من كل رؤساء الدول العربية عندي وكالة خاصة أنا أتكلم باسمهم لأنهم ما بيحبوا يحكي لأنهم مؤدبين وعندهم أخلاق فبدهم واحد مثل يقدر يحكي معك بلغتك فأنا عندي وكالة أحكي معك بلغتك والله يا جزيل انتهت الاجتماعات ومستمرت ثلاثة أيام كاملة إذا فتح فمه الرجل هذا بهذاك للاجتماع الحيط هذه فتحة فمه نحن أصحاب الحق ونخجل فيه ومن نقول السلام بالسلام كيف سلام يكون بين محتل ودولة احتلال مفاوضات سلام أنا سألت دانيس روس أنت مع المقاومة المسلحة أنا مقاومة فكري أنا مع مقاومة بالتعليم أنا أبني مشاريع تعليمية أبني مشاريع تثقيفية ولا إلي علاقة ولا يوم دخلت لا بمقاومة ولا بأي عزب أنا قومة عربي لكن ليس مقاومة أبدا مقاومتي هي في بناء قدرات شعبي نحن مثلا أول مبارح كان عندي وزير التربية والتعليم في فلسطين ووقعنا اتفاقية لإنشاء مئة مركز لتعليم تقنية المعلومات والاتصالات الموزعة في الدولة الفلسطينية دكتور طلال أبو غزيلي أنا بدأت شكرك أنك موفود معنا أنا أقول أن هذا المشهد هو مختلف عن مشاهد الأخرى أو عن حلقات السابقة هي قصة نجاح وهي قصة رجل مختلف شكرا شكرا أن يكون هناك ناس مثلك في هذا المجتمع العربي وبدأت شكرا للمشاهدين وإلى اللقاء الأسبوع المقبل